ناقش اجتماع بمدينة المكلة جملة من المواضيع المتعلقة بعدد من المناقصات والتقارير المرفوعة من قبل اللجنة الفنية للمناقصات ضمن الاجتماع وعضاء لجنة المناقصات بساحة لحضر موت برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضر موت صالح العمقي وبحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق وكيل حضر موت للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح تطرق الاجتماع إلى التقرير المرفوع من اللجنة الفنية بخصوص توريد أدوية كيموية وبيلوجية لمركز الأورام السرطانية حيث أقرت اللجنة تجزئة ترسية المناقصة على المتناقصين شركة الفواصل للتجارة وشركة النور للأدوية بحسب ما تم الرفع به من قبل اللجنة الفنية وبتوافق مع المركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية وبحسب الجودة العالية فيما صرد الاجتماع والتقرير المرفوع من اللجنة الفنية بخصوص مشروع تأهيل وبناء غرفتي طوارئ توليدية وعمليات بالمركز الصحي بمديرية بوروم ميفع وأقرت اللجنة ترسية المشروع على المتناقص أصول الامتياز للهندسة والمقاولات كونه العطاء الأقل سعرا والمستوفي لجميع متطلبات واشتراطات المناقصة ترجمة نانسي قنقر